الجبال حصاب البردي حنمشي نهر النيل نمشي نتابع أجبل المناظر والمشاهد مشاوير مختلفة في كل المدن والولايات وأكيد من التواصل عبر الصباح الشروب مركز دراسات أبحاث الآثار بجامعة وادي النيل الذي أسس منذ العام 99 و900 والف على خلفية توصيات العديد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج السودان كانوا مشاركين في سمينار تطوير السياحة الأول بولاية نهر النيل بدأت جهوده واضحة في تطوير السياحة وزيادة الاهتمام بالآثار عبر الانفتاح نحو المجتمعات المحلية والخارجية عبر إقامة المتاحث ومعارض التراث الأكاديميون الذين زاروا المعرض والمتحف أوضحوا أن مثل هذه الأعمال هامة وضرورية لعكس إنجازات الشعوب العرض داخل المتحف نسق بطريقة معاصرة وضم قطعا أثرية نادرة تحكي عن ملامح الحضارة السودانية القديمة لحقب تاريخية مختلفة تعود للعصر الحجري والمروي والإسلامي الذين زاروا المعرض والمتحف أبانوا بأن انشقالات الناس بالحياة العصرية قللت من فرص التعرف على التراث والحضارة والتاريخ في المواقع المتباعدة ولذا يأتي التعويض بالتوافع على المعارض للتعرف على العادات والتقاليد العاملون في السياحة قالوا إن هذا العمل يهدف لتعميق صورة زهنية للمواطن والعالم الخارجي عن التراث السوداني وتبقى السياحة مكان اهتمام زائد للكثير من الخبراء والمختصين والمواطنين المهتمين بحضارات السودان عاصم محمد أشروق النهر نيل